اشتركوا في القناة كنا وإياكم في خدمة الإمام السجاد عليه السلام من خلال دعاء بحمزة الثمالي رضوان الله عليه وقلنا أن العبد يحاول الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى وتحصيل الأوقات المناسبة لأن يقف بين يديه جل شأنهم وسبق وذكرنا بأن استثمار الفرص عندما يتوفق الإنسان إلى أن يكون بين يديه سبحانه وتعالى هذا الاستثمار مهم جدا لأنه قد لا يتكرر إنسان تشغله عوائق الدنيا الكثيرة استحضار النفس والهمة والفراغ هذه الأمور قد الإنسان يحصل عليها في حياته في أوقات قد تكون قليلة قد تشغله بعض الشواغل الإمام عليه السلام يبين من جملة الشواغل بحيث الداعي بعد أن تهيأ وتعبأ بمعنى قلنا استعد ولملم بعضه على بعض في سبيل أن يدعو الله تعالى أن يستحضر وجود أمام الله جل شأن وأيضا في عملية الصلاة والمناجهة وهذه عملية مهمة في حياة العبد إلى الله تعالى يصلي والصلاة خير موضوع كما قلنا في الأمس والإنسان يريد أن يستكثر منها خصوصا استغلال في هذه الأشهر الكريمة التي بيّنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبين أن السماء قد تهيأت لاستقبال الوافدين في هذا الشهر فالله تعالى غلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وزاد من أفعال حتى غير المقصودة جعل فيها ثوابا إذا نام في بعض الحالات النوم يقع قهرا على الإنسان يتعب الجسد له مساحة معينة من اليقظة بعد ذلك ينام في هذا الشهر الشريف الله تعالى جعل هذا النوم أيضا عباده النفس أيضا جعله عباده فهذه منة من الله تبارك وتعالى للصائم حتى خلوق فم الصائم هذه الرائحة تكون بالنسبة إلى الملائكة رائحة محببة فالله سخر مجموعة من مخلوقاته سخرها لخدمة هذا الصائم لأن الحسن لا بد من ملك يكتب الله تعالى قرار بيده لكن هذا الوجود الآخر الملائكي يكتبون الحسنات ويحصون أنفاس هذا الصائم ويكأنه يتفرغون له في شهر رمضان فحقيقة هي وفادة حقيقية وفعلا المحروم من حرم بركات هذا الشهر سان عندما يقارن نفسه ويرى أنه هو في طاعة الله تعالى يحمد الله تعالى ويشكره بالقياس إلى الذين لا يفرق عليهم بين رمضان وبين غير رمضان وقضى عمرا في المعاصي واللا مسؤولية وعدم الاهتمام فحرم من بركات شهر رمضان وأيضا من بركات وجود الإنسان إنسان وجود خير يحرم نفسه من هذه البركات فلا أن يفد إلى الله تعالى وهو فقير من أي فعل من الأفعال الحسنة بالعكس قد يكون على ظهره احتطب مجموعة من السيئات فيلقى إلى جهنم وبئس المصير فإذن هناك حالة من الالتفات والانتباه لا بد الإنسان أن يلتفت في دعاءنا في هذه الفقرة إنسان بدأ يلتفت وقلنا كل ما قلت تكررت في أكثر من مرة كل ما قلت في الأمس تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك إلى آخرين ثم أيضا مالي كل ما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي برية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي فقط أحاول أن أرجع إلى قرب من مجالس التوابين مجلسي لاحظوا أخواني بالنسبة إلى المجالس التي تعقد تعنوا بعنوان إنسان يجلس قلنا في الأمس مجلس التوابين هل هو مثلا في ناحي من المسجد أجلس ينطبق عليه مجلس التوابين أو زاوية من زوايا البيت مثلا ينطبق عليه مجلس التوابين أو لا التواب هي هذه حالة من الرجوع إلى الله تعالى فعل خصوصا عنوان التواب عنوان مبالغة مبالغة عن تكرر الفعل الآن أي مجلس لابد أن يتعنول بعنوان تارى يكون مجلس الله والعنوذ بالله مجلس له له أدوات إنسان يلهو ويلعب له أدوات بحيث يقال هذا مجلس له هناك مجلس فرح ليس بالضرور أن يكون محرما لكن مجلس فرح أيضا له مواصفات هناك مجلس مجلس تعزية يتوفى شخص والناس تجلس تؤبن وتعز الشخص أيضا له سماته هناك مجلس لقراءة على سيد الشهداء عليه السلام أيضا له طريقته وله مواصفات مجلس التوابين بعد أن تعنون بهذا العنوان أيضا لا بد أن يكون متصفا بصفات أنا أتحدث بتعبيرنا ثبوتا مو إثباتا يعني يعني محتملات أذكر هذا المجلس مجلس التوابين تارى الهيئة لأجلس بيها هيئة التائب لاحظوا الإنسان عندما يتضرع إلى الله تبارك وتعالى يدعو الله تعالى عندما يركع يأتي بهذا الفعل عندما يسجد يأتي بهذا الفعل إنسان يتوب إلى الله تعالى لحظوا في بعض يعني المصادر يعبر عن طريقة يبدو هذه الطريقة كانت أيضا عند العرب موجودة إنسان إذا دعى الله تعالى رغبة يرفع كف الدعاء فيطلب الحاجة من الله تبارك وتعالى وتارى يأتي بطريقة فيها تذل الإضافة أن كأنه مقر بذنب ويأتي بطريقة معينة يريد أن يستدر رحمة الله تعالى بعض يقول حالة التضرع ليست هكذا يرفع الإنسان وأنما يقلب كفيه كأنه أنا مستعد لما تفعل به البعض كان يجعل يده على رقبته كالقيد ويدعو الله بهذه الحالة بعض يتمرغ يمرغ جبهته وأنفه وخديه بالسجود حالة من التذلل حتى يستدر رحمة الله تعالى فلعل مجلس التوابين لابد أن تكون له هذه الهيئة ليس فقط مجلس نقول نستغفر الله ونتوب إليه وإنما هناك حالة يرتكبها الإنسان يفعلها الإنسان كأنه يريد أن يبين أنني من التائبين ولعل أتذكر تعلمون أن السجود إلى الله تبارك وتعالى هو من أفضل القربات أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كما في النص الشريف والسجود هي العلامة خارقة بين التكبر والتذلل بالسجود طرد إبليس والاختبار الذي اختبر الله تعالى إبليس في قضية السجود الملائكة نجحت في الاختبار وإبليس فشل في الاختبار فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد الله بعد أن خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجدوا ستعليلات المفسرين السجود لآدم السجود لغير آدم فعلا الكلام ليس فيه لكن حصل السجود فالملائكة سجدت وامتثلت أمر الله تبارك وتعالى وإبليس استكبر أنث أن يسجد لمبررات ذكرها القرآن الكريم وبين أنه أفضل هو قاس ولذلك لما عليه السلام يقولون أول من قاس إبليس جعل قياسا وفيه هذا القياس فيه تفضيل يعني أراد أن يحكم دين الله وفق رؤيته الشخصية ولذلك لعن وطرد هذه الموازين موازين الله يقدر لاحظوا بالنسبة إلى السجود نأتي إلى هذه الفقرة قل في حالة التذلل إنسان كلما لسق جبهته في التراب أكثر كلما تحقق منه التذلل أكثر والبعض لعله حتى في السجود على التربة يتحرى التربة التي يكون سمكها جدا جدا قليل حتى يكون أقرب إلى الأرض من إذا كان السجود على مثلا تربة أكثر سمك معنى هذا مجزي وهذا مجزي لكن هناك حالة خاصة يمر بها الداعي يمر بها المؤمن وعندما يسجد يسجد بشكل سريع جدا ليبين أنه أنا مستعد لهذه الحالة يرغم أنف إبليس بمسألة السجد فهذا العبد عندما يتهيأ في داخله ويبدأ شيئا فشيئا يقترب من الله تعالى بعد أن يتوجه التوجه الحقيقي الدعاء الشريف كما قلنا في الأمس يبين المعوقات وهذه المعوقات الداعي لا يتوفق لها هل هناك أسباب كما قلنا قلنا نعم سيأتينا سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن لابد أن نستعد نفسيا أنه كيف نتعامل مع الله تبارك وتعالى في هذه الموارد تحديدا يعني موارد التذلل موارد الخشوع موارد الطاعة يعني أمير المؤمنين عليه السلام كما ينقل تاريخيا أن ابن أبي الدرداء اعتقد أن أمير المؤمنين قد توفي وجاء ناعيا للزهراء عليه السلام أن عليا قد توفي كيف فهم ذلك قال لأنه في السجود ناداه فلم يستجب فتوقع قد فارقت روحه والزهراء بينت أن هذه الخشة تأتيه كأنها عملية متعودة عليها أمير المؤمنين وكان البعض يقول كنا إذا كان بهذه الحال نستخرج السهام منه فإنه لا يشر لأن في عالم آخر هذه حالة الخشوع وحالة الاستحضار بين يدي الله تبارك وتعالى ندب لها الشارع المقدس الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يحصل عليها فليحاول لأنه أمر مرهوب أمر مطلوب لا يصل الإنسان حالة اليأس ابتداء ويقول لا أفعل وجود المعصوم وجود بركة إنسان عليه أن يستن بهذه السنة ولكم في رسول الله أسوح حسن لا يجعل هذا الجانب جانب العصمة مانعا أن يفعل حتى وإن يعتقد لا يصل لكن بالنتيجة لإنسان يسلك سلوك المعصوم وكثرة الصلاة وكثرة السجود قطعا أمر الندب له الشارع المقدس كان كثير من الصلحاء العلماء إذا أحزنه أمر يفزع إلى الصلاة كما أيضا هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله يفزع إلى الصلاة يجد عند الله تعالى ما لا يجده عند غيره فإذن هناك حرص من الإمام عليه السلام من الداعي على أن يكون حاضرا بين يدي الله تبارك وتعالى فإذن حالة التواب فيها الصفة ويُعقد مجلس لا بد أن تكون له هذه البصمة وهذا الأثر وهذه الأدوات هذا مجلس للتائبين فالتائب لا بد أن يتصف بمواصفات حتى يحشر مع التائبين حتى يكون في هذا السلك ولذلك الإمام عليه السلام حرص على أن يبين هذه المفردة وقد رأيت بعض الإجازات يعني إجازات العلماء لبعض من استجازهم أو بعض الوكلاء كان العالم الذي يعطي الإجازة يوصيه بمجموعة عمل الوصايا من جملتها أن إحرص على أن تقرأ دعاء التوبة في الصحيفة السجادية كأنه ضمن هذه الوكالة أو ضمن هذه الإجازة أن إحرص على أن تقرأ دعاء التوبة في الصحيفة السجادية فقال عليه السلام لاحظوا الآن قلنا عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي الآن نأتي إلى مجموعة من الفقرات بعضها معلل وبعضها غير معلل غير المعلل بمقطعين أو بمقطع فيه جهتين قال لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني إمام هنا لم يبين السبب لكن يذكر النتيجة ما هي النتيجة أنه عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أبعدتني فإن التفت إخواني كل شيء له حدود وهذه الحدود قبل أن يصل الإنسان إلى مركز ذلك الشيء هناك حدود تحيط بهذا الشيء ولذلك الله يقول تلك حدود الله هناك حدود هذه الحدود غير مسموح للإنسان أن يتجاوزها إلا إذا أذن صاحب الحق بيوت الآن بيت له باب له سياج وهذه حدود البيت لا يجوز لي أن أدخل ما لم يأذن لي صاحب البيت وهذه مسألة فقهية أيضا هذه من الحقوق التي له والشارع المقدس أيضا أمغاها إنسان إذا كان في باب البيت وبعد الآن لم يدخل البيت ترى يقرع الباب الباب لا يفتح يقرع في الباب يقرع على الباب عفوا يقرع والباب لا يفتح معنى ذلك أن أهل البيت سمحوا له أن يطرق الباب لكنهم لا يريدون له أن يدخل أصلا لا يحبون أن يدخل وجود مزعج وتارة يمنعونه أصلا من الوصول إلى الباب الدعاء يقول لعلك عن بابك طردتني نكتة مهمة الباب أنا أطرق حتى أدخل وفي الدعاء من لج ولج إمام يقول عن بابك طردتني حتى لا أصل إلى الباب فإذن أنا لا خير فيه بحيث من الباب أطرد لا تجعل هذا يطرق الباب يصل إلى الباب ابعدوه هذه ما عللها لإمام عليه السلام لكن يبين أن هناك حالة من الأسف حصلت نتيجة ما تقدم أو لعلك عن خدمتك نحيت ابعدت قد هذا العبد لا يستحق هذا الشرف وهو أن يخدم نحن قلنا دفع دخل بكرناه سابقا حتى لا يصل إلى أوهامنا شيء قلنا أن الأم عليه السلام والأنبياء يتعاملون تعامل آخر مع الله تبارك وتعالى وأنا لا أتحدث في مقام التعليم ترى الإمام يعلم هكذا أدعو هو الإمام ماذا يدعو مطلب آخر وفي مقام التعليم مثلا من قبيل الإمام يعلمنا كيف تزور الحسين عليه السلام كيف تزور الشهداء عندما يصل له الشهداء يقول بأبي أنتم وأمي مثلا بأبي أنتم يعني تفدي يعني أفديكم بأمي وأبي والإمام الصادق إذا جمدنا على النص أبوه وأمه أبو الإمام الباقر مهما يكون أصحاب الحسين لا يصل إلى منزلة بحيث يفديهم الإمام قد تفهم في مقام التعليم أما لإمام الصادق كيف يزور الإمام الحسين هذا مطلب آخر الأم مع الله لهم حالات تارى في مقام التعليم وتارى ليس في مقام التعليم إمام الكاظم عليه السلام يظون له وهو في سجن يدعو بدعاء خاص به ويبين نفس مذنب ويبين نفس عاصي وكذا نعم لا نحمله على الذنب الذي أنا أرتكبه وهو المعصية ولا أحمل المعصية على المعصية الذي فيها ذنب وأنا قد قصرت مع الله قطعاً لا تحمل لأنه موضوع لأسمى موضوع آخر لابد ينقح ذلك الموضوع يعني في الجلسة حتى نأتي وهذا ليس محلها يعني لكن فقط للتنويه فالإمام عليه السلام له مرتبة عالية مع الله تعالى قد يعبر عن هذه بهذه وعلى كل حال نحن مع الله في المرتبة الأدنى فالأدنى فالأدنى قطعنا نعصر الله تعالى نذنب مع الله تعالى والإمام هذه الأشياء التي يبينها هي فينا قبل فإذا لا أستحق أنه أكون قريب من الباب فطردني من الباب سيمتنع علي الطرق فضلا عن الدخول يعني بمرتبتين أنا ابتعدت مرتبة الطرق للباب أنا بعيد عن الباب بل مطرود والمرتبة الثانية أنه إذا دخلت فمرتبتين أنا قد بعدت وعملية الطرق حقيقة فيها نوع من يعني مادة الفعل مو أتحدث عن هيئة الفعل لا هي مادة طردة نحو من الاستحقار هذا مطرود كان أحدهم في زمن نبي صلى الله عليه وآله يعبر أن هذا طريد رسول الله طريد من المدينة أن هذا لا يدخل المدينة أصلا لبشاعة ما فعل ولدناء ما فعل استحق الطرد سأل مع الله تعالى عندما نقف للحساب الله تعالى يريد أن يستعرض النعم التي لنا ويستعرض العقوبات التي كنت أستحقها مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمهلني عفا عني قطعا نحن من الخاسرين أن سبق ذكرنا فيما سبق من دعاء نفسه نحن لابد أن نطلب من الله الرحمن وندعو الله تعالى بالرحمة بغير الرحمة نحن من الخاسرين ولله الحجة البالغة من يمكن أن في موضع المحاججة أن الله تعالى يعني نغلبه أيكي يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كله من أعضائي فم لا يتكلم اليد هذه ستشهد تشهد علي تتكلم العفو تتكلم عني ورجلي تشهد لاحظوا لا نحتاج إلى أشاهد آخر هذه صورة الإنسان يوم القيامة لا يملك شيئا فتكلم أيها اليد قالت نعم أنا ارتكبت المحرم الكذا والكذا أيها الرجل قالت نعم أنا انتقلت من مكان إلى مكان بحثا عن المعصية حقيقة حالة حالة الإنسان يتأمن بها حالة مزرية هذا العبد الذي يشمخ في الدنيا ويحسب نفسه أنه خالد وكذا بلحظة معينة وإذا تجده أسوأ حاله والحال التي فيها إمام الصادق له تعبير هذا الرجل الذي قصة معروفة في الذي كان يسمع الغناء وكان يعتقد أنه لم يرتكب الفعل وإنما جاره يأتي بغواني وهو يطيل في الكنيف يسمع شبه عنده فمن يسأل إمام يقول نعم حرام عليك فهو يعتقد أن أنا لم أأتي بهن الإمام لفت نظر إلى الآية الشريفة إن السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أسول العقب الإمام قال ما أسوأ حالك لو مت على ذلك أسوأ حالك مات وهو وهو يسمع الغناء مات وهو يأكل أموال اليتام مات وهو يظلم الآخرين وهكذا سمع الغناء قد تكون معصية نعم هي معصية لا قد تكون أهوى حالا من سلب حقوق الآخرين ثاني يتكلم بكلمة سيئة أمام ملأ من الناس ونقل هذه الكلمة هذا الملأ من الناس وكل ما شاء الله الناس تنقل ثم بعد ذلك يبدو أنه مشتبها من الذي يصحح ذلك المعنى الذي علق في ذهن الناس من الذي يصححه ينقلون أنه كان أحد ندماء النعمان ملك الحيرة ندماء من ندماء فالبعض حسدوا النديم هذا فقال شاعرهم في وقته لأذكر أبيات من الشعر أجعل هذا النعمان يطرد هذا النديم يشمئ إزمنه فدخل عليه وهو يأكل معه فمن جملة ما قال له فلان كأنه لا تأكل معه ثم يذكر بعض الأبيات تنزه لمجلسانها يبين على أن هذا فيه مرض في موقع حساس وهذا يدخل إصبعه هناك ويأكل معك شمأز منه النعمان حاول هذا أن يبره القصة ليس لها واقع يعني ليس فيه مرض حاول قدر كان أن يبرئ نفسه قال افحصني ليس في عين قال قد قيل ما قيل إن صدق وإن كذب فما اعتذارك من قول إذا قيل وصلت الحال بعد ألام ما أتقبلك شاهد من هذا الإنسان عليه أن ينزه سمعا ينزه فما ينزه عين لأن الناقد بصير كما في الرواية الشريفة وعلى كل حال حتى نأتي إلى نتشرف بكلام الإمام عليه السلام لاحظوا لاحظوا قلنا الإمام لم يعلل وإنما بيّن الطرد من الباب وأيضا عن الخدمة أن نحي هذا ابتعد صار جانبا لا يستحق أن يخدم هاتان الحالتان بلا تعليل نأتي إلى الأمور المعللة شو أحتاج أن نركز سوية ثم قال عليه السلام أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين أو الكذابين فرفضتني الجمل الشرطية بينها عبارة عن علاقة بين الشرط والجزاء شرط وجزاء تارى قضية كوينية إذا طلعت الشمس فالنهار موجود وعادة الجمل الشرطية تتعقب بالفاء يعني الجزاء يحتاج إلى فاء تفرع الجزاء على هذا الشرط وتارى مو قضية تكوينية قضية جعلية بس بس الشرط يجعلها أنت تجعلها تجعل هذه مقدمة أو هذا مقدم وهذا شرط وهذا جزاء أنت تجعلها مثلاً في المدارس الآن هناك تعارف اعتباري إنسان إذا امتحن هناك درجة وهذه الدرجة ستحدد النجاح فإذا قلت له في الامتحان إذا أخذت عشرين فأنت راسم فهذا جعل منا نحن نجعله نعم نعتقد به ونتبانى عليه لننظم شؤوننا إذا تجاوزت هذا الخط فتغرم لا ما نعمل ذلك نجعل هذا شرط وهذا جزاء هناك بعض الأمور الإنسان يخفل عن شرطيتها لكن الشرط يتحقق حتى وإن غفل لكن الجزاء يتحقق سان إذا أكل مالا حراما حتى وإن لم يعتقد أن هذا المال حرام وأكله سيتأثر جسمه بالمال الحرام مثل الذي يرى أن هذا خل لكنه سم فإذا شربه خلا والواقع هو سم سيموت لأن السمية تؤثر على الجسم من شرب سما فأثر عليه قتله فبعض فبعض الحالات العلم ليس له دخال بالجزاء وإنما الجزاء مترتب على أمر واقعي مؤمر علمي أمر واقعي علمت به أم لم أعلم بعض بعض الجزاءات تحتاج إلى معرفة تحتاج إلى دقة الإمام عليه السلام هنا عقد نحو من الشرائط والجزاءات وطبعا هذا العقد كلها قضايا سلبية لأن المقدمة التي ذكرت في الأمس جعلت هذا الداعي لا يتوفق كلما تهيأت وتعبأت كلما قلت صلحة سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي لم أتوفق هناك في الأول ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت في الثاني جاءتني بلية أزالت قدمي فما توفقت معني كنت عازم وقلنا كلما تدل على هذه العملية عملية تكرار الفعل والإمام عليه السلام هناك بيّن المشكلة وبعض الأمور ذكر الأفعال بلا تعليل لعلك عن بابك طردتني أو عن خدمتك نحيتني اللحظة الآن بدأ التعليل وهذا مهم نأتي إلى التعليل الأول ماذا قال ماذا قال الإمام عليه السلام الأول هنا سننقط قال لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني هنا لعل ما معنى أنا غير متوقع الأمر أو قد يحصل وقد لا يحصل هذا التعريف أو التعبير مع الداعي يعني واقع لكن ما هي النتيجة ربط لإمام عليه السلام بين استخفاف الحق والإقصاء هذا نحتاج إلى تركيز استخفاف الحق مقابل ما هو الإقصاء كان نعقدت حال من الملازمة أنه أنت رأيتني مستخفا بحقك فماذا فعلت يا إلهي بعد أن استخففت بحقك أقصيت كأنه نعقد نعقد جملة شرطية فيها جزاء من استخف بحق الله أقصي إمام لا يتحدث جزاثا الذي يستخف بحق الله يقصى ما هو حق الله ما هو الاستخفاف لحظة لاستخفاف ليس الترك تذكر واحدة من أرحام الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الصادق في لحظات سكرات الموت جمع أرحامه وتعرفون أن الإنسان عندما ينتقل إلى الآخرة يحاول أن يبين أفضل ما يمكن لأولاده لأقرباءه لمن يحظر أفضل ما يمكن حرصه عليه من جبلة ما جاءهم أوصاهم بالصلاة ثم قال أن شفاعتنا لا تنال أو لا تنال من استخف بصلاته فكيف بتارك الصلاة المستخف بالصلاة يصلي لكن يجعلها هينا يستخف بها يعني لا يعطيها ميزان لا يعتبرها شيئا مهما استخف قومه لا يعتبرهم شيئا مهما هذا يصلي لكن الصلاة لا يعتبرها مهما تأخرت الصلاة نقضيها استعجل في الصلاة لأن عندي عمل لا أحسن الوضوء ولا أحسن الركوع ولا 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 لم يجعل الصلاة شيئا مهما في حياته يستخف بها حقوق الله كم حق لله تعالى الله كله حق هو الحق لا حق سوى الله تبارك وكل شيء حق هو تبعا إلى الله تعالى الإمام عليه السلام يقول لعلك رأيتني مستخفا بحقك كل العبادات هي حق من حقوق الله تعالى أنا استخففت بواحدة استخففت بالجميع لاحظوا أخواني الدين ما يجزأ أنا استخفت بالصيام استخفت بالحاج معنى استخففت بدين الله تعالى للإمام الصادق عليه السلام في بعض روايات النجاسة يسأل أنه فأر في دن من الزيت وعاء من الزيت فأر نيت فما هو الحل قال الإمام عليه السلام هذا كل غير صالح قال من أجل فأر قال بدين الله تستهزئ أنت ما لا علاقة ماذا هذه حكام الله تعالى سان مرات يخفل يقيس الأمور وفق مقاييس هو يقيس الأمور هل معقول أن زيارة الحسين لها هذا ثواب إذا مشى لإنسان خطوات يحصل ما يحصل يقيس الأمور وفق مقاييس فإذا عكس الأمور على عقل لا شك أنه س يعني يكون دينه قلقا لا يفهم الأمور نحن عباد لا نملك لأنفسنا شيئا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرر نعم لابد أن نأخذ دين الله تعالى من مصادره إن هدى الله هو الهدى لا يوجد هدى غير هدى الله تبارك وتعالى والله تعالى أنزل الملائك أنزل الكتوب والأنبياء وجعل الأم الأطهار عليه السلام ومنازل الأم في غاية الأهمية أخوان في غاية الأهمية قد يأتينا بعض الروايات لابد من الالتفات إلى ما هي منازل الأم الأطهار عليه السلام لا نعتقد أن الأم منازل يمكن أن ندركها بسهولة نحن منزلة النبي صلى الله عليه وآله لا نفهمها أمس قلنا في بعض الروايات الشريفة في الكاف بصار الدرجات ينقل هذه المقامات العالية للأم عليه السلام قد نرى تقلبك في الساجدين القرآن يقول وأمس ذكرنا ما بعث الله نبيا ما بعث كم نبي من الأنبياء على ما فيهم من سادات الأنبياء كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وما شاء الله من الأنبياء التي بعثها القرآن لم يذكر جميع الأنبياء لم يذكر كل الأنبياء لكن هذه البشرية دائما حجج معها ما بعث الله نبيا إلا وكان النبي صلى الله عليه وآله أعلم منه ذكرنا هذه الرواية سيأتي الإمام الصادق يقول والله لعله فعلا أكو قسم بها أو لا لكن له أدركت لو كنت بين موسى والخضر ما بينت أني أعلم منهما رواية عندنا موجودة وإن شاء الله يأتي نصر أقول هذه المقامات الكبيرة للأئمة عليهم السلام حتى نعرف أننا على أي منهاج نسير هذا مهم وندعو وندعو كل أناس بإمامهم لا يتصور الإنسان أن أمره سهل نعم يحتاج الإنسان إلى تثبت لا يمكن أن ينكر أي شيء الراد علينا كالراد على الله لا نستعجل في أن نرد رواية في فضل سيد الشهداء وصحيحة نعم الله هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك الله إذا أعطى هذا العطاء أطعا لا شيء يداني لاحظوا نرجع إلى الفقرة يقول الإمام عليه السلام ملازمة ما بين الاستخفاف بحقك والإقصاء فنتوقع إذا استخفنا بحق الله تعالى ونقصة وإحنا عندما نفتش عن حقوق الله تعالى هذا حق الله تعالى هذه مهمتنا كل الواجبات يحق الله كل المحرمات يحق الله تعالى على نحو لا تتجاوز تلك حدود الله لا تعتدوها الله تعالى منع هذه أما أنا أستخف بذلك لأن هذا المطلب الفقه لا ينسج مع عقلي وما هو عقلك وما هو عقلك حتى تجعل ميزانا بينك وبين أحكام الله تعالى سأل عليه أن يتواضع أن يعترف بالقصور وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما يكون العلم من العلم يعني أي علم مهما تتوى قليل هذه مدركات العقلية ضئيلة جدا الله تعالى أعطاني بها شيء يسير جدا لا يمكن أن أدرك ولذلك بعض الروايات الشريفة تفسر والراسخون في العلم يقول الذين لا يبحثون في المغيبات هذا الراسخ في العلم ما الراسخ في العلم يعني بالنتيجة عنده عنده دائما علم كثير لا راسخ في العلم يعني لا يتناول أمور المغيبات الله تعالى سكت عن أشياء فسكتوا عنها هذه المقايسة الإمام جدا مهم نعم إذا قلنا هذه جملة شرطية لها مفهوم كما يقول الأصوليون معنى ذلك الذي لا يستخف بحقوق الله لا يقصى نقطة مهمة الآن الجانب الآخر لا يستخف بحقوق الله إذا لا يستخف بحقوق الله لا يقصى أسه متى قربه أو كيف يكون قربه مطلب آخر لكن نفي الإقصاء ينفعنا فهذا لم يستخف إذن هو غير مقصي وإذا كان غير مقصي إذن فيه أمل أن يقترب شيئا فشيئا من الله تبارك وتعالى إذن النقطة الأولى التعليل الأول هذا قال هذا أولا قلنا ننقط لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأغصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أيضا الفاء الجزاء القلا يعني الابتعاد الهجر ما ودعك ربك وما قلى لم يهجرك لم يترك لكن الدعاء ماذا يقول تعليل هذا كيف يقل الإنسان كيف الله تعالى يتركنا ليس لنا شأن عنده قال أو لعلك رأيتني معرضا عنك الإعراض من الصفات الإنسان يمارس لكن تعليل يعرض عن شيء وهذا الشيء الذي يعرض عنه مقتل الطبيعة البشرية أن الإنسان يعرض عن أشياء لا تنس جمعه يترك تعالى لا يعرض عن الله تعالى المشكلة يعرض عنه كيف يعرض عنه طبعا الله تعالى لا يتأثر بإعراض البشرية جمعا والملائكة وكل شيء الله لا يتأثر به ولا ينقص منهم مقدار ذرة لا تضره المعصية ولا تنفعه الطعام والله غني عن العالمين هذا أمر المفروغ منا في عقيدتنا لكن المشكلة عندما نتصرف بعض التصرفات آثارها ترجع علينا لعلك رأيتني وجدتني معرضا عنك أعرضت عنه يعني الآن أنت في جانب وأنا في جانب الآخر أعرضت عنك أدرت ظهري لك أدرت واتشي لك لم أهتم بك هل إنسان إذا لم يهتم بالله تعالى نعم الله تعالى له موازين لكن لكن أثر هذا الإعراض ما هو قليتني آني أن أضعتك بعض الروايات تقول لا يبالي في أي واد سلك بالنسيجة إلي إنا لله وإنا إليه راجع بالنسيجة إلينا مرجعكم أين تذهب ابقى في هذه إعرض لا تعرض المهم أنت حرمت نفسك وفي الآخرة ستقبض هذه الروح وتقف بين يد الله تبارك وتعالى وأنت معرض عنه كنت في الدنيا لم تستفد وفي الآخرة هناك الحساب العسير أجرنا الله تعالى وإياك أعتقد أن الوقت داهمنا فإذن عندنا هذان المطلبان أولا رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني الاستخفاف يلازمه الإقصاء ثانيا الإعراض عن الله تعالى يلازمه القل والابتعاد والهجران والترك طبعا الله تعالى إذا ترك عبدان العبد يحاول أن يطرق جميع الأبواب إلا باب الله لأنه هو الذي أعرض فسيذهب إلى غير الله غير الله لا يوجد إلا الشيطان والنفس والهوى وهذه كلها أشياء لا تملك لنفسها ذر من النفق نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نعرض عنه وأن الله تعالى يتجاوز عنا فيما سلف من الأيام ويغفر لنا تلك الذنوب وأن يعيننا على طاعته في هذا الشهر الشريف وأن يطيل أعماركم في خير وعافية بمحمد وآله وأن لا يحرمنا البركات هذا الشهر الشريف وأن لا يحرمنا البركات النظرة الرحيمية لولي الله الأعوام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين